هذا وتابع رئيس مجلس الوزراء الأعمال الجارية بالمنطقة المحيطة بالمتحف والطرق المؤدية إليه والتي تضمنت طريق الفيوم منطقة الرماية مدخل شارع الجيش حيث شهد أعمال زراعة النخيل والأشجار والمسطحات الخضراء وأعمال تنسيق الموقع التي يجري تنفذها لإطفاء المظهر الجمالي على تلك المناطق هذا وأكدت الحكومة أن الطريق الدائري يعد أحد المحاور الرئيسة المؤدية للمتحف المصري الكبير يجري العمل بالتنسيق مع المكاتب الأستشارية لرفع كفاءة شاملة للعقارات المطلطة عليه والطرق الوقعة أسفله لتوفير تجربة سياحية فريدة للزائرين من المصريين والأجانب المترددين عليه وكذا الزائرين للمنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة بشكل عام